اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعتذر عن هذه الفواصل بإذن الله تعالى وقبل أن نبدأ في قضية أمراض الحسد نذكر أخواننا المشاهدين بأن الدكتور عمر عبد الكافي لديه ساعة إيمانية ليلة في كثارة الساعة التاسعة والنصف بعنوان رقق قلبك فمحبين الشيخ بإذن الله تعالى سيكونوا في كثارة التاسعة والنصف في مبنى لدراما مبنى رقم 16 كيف يكتشف الإنسان أنه قد يكون في داخله هذا المرض ألا وهو مرض الحسد كيف يكتشف نفسه مدى الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول صلى الله عليه وسلم الحسد مرض زي أي مرض والمريض نوعان أو المرضى نوعان نوع يعلم أنه مريض ونوع لا يكتشف أنه مريض وهذا مرض أخر يعني مرض مركض جهله الحسد يعلم أنه حسد ولكنه ينكر ويكابر لأن قلبه دائما يعني يغلق أو يضيق وصدره يضيق كلما يرى نعمة في يدك لا إله الله والشافعي رضي الله عنه يقول ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في صنعين لأنك لم ترض لي ما وهب فجزاك ربي بأن زادني وسد في وشك باب الطلب لا إله الله الحسد القضية أو يعني الحسد ثمرة لجذع شجرة هذا الجذع يقول قل عاذب الله أن صاحبه لا يؤمن بالله إيمانا صباح ليه لسان حالة لسان حالة لأنهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فربنا نقسم في الأزل هذا صاحب علم وهذا صاحب مال وهذا صاحب جاه هذه جميلة وهذه دميمة هذا غبي وهذا دكي هذه قسمة الله في الأزل فالعجيب أنه لو أنه نحى حسده وبدلا من أن يتمنى أن تزول من فلان وتأتي ليه يسأل الله الذي أعطى فلانا يعطيه هو فليس هناك من حاسد لا يعرف أنه حاسد ولكن بعض الناس يكون طيب القلب ولكن عنده تطلع للدنيا لا يتمنى زوار النعمة ولكن يروح عند بيت عبد الرحمن يجده بيت جميل والأثاث فيه مرتب ترتيب جميل والديكور جميل وأولاده مهندمين من الله طبعا ليه بيتي ليس هكذا ده لضعف في الإيمان عنده هو لا تمنى أن تزول النعمة ولكن يعني يكون عنده لا أصدق هذا غير طلاق ده هو يعني كأنما يستكثر على فلان أن يعطى هذا يقول لك ليه مين المدير بتاعي عارف المدير بتاعي ده أنا أعقل منه وأكثر عبقرية منه وإجازاتي العلمية أنا خريج أكسفورد ده هو خريج جامعة زينبابوي وأنا 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 الفاهم الوحيد أنا عقل أينشتاين جنبي يبا متخلف وهكذا فلنجدت تتكبر الآن لعلمك أستاذ أنا الشمعة الوحيدة التي تضيء في هذه المؤسسة الوزارة دي كلها على المغي أنا أنا المرتب العمل ده كل والمهرجان دي يقول أنا اللي منتظبطه ده أنا اللي منتظبطه يا خبر بهذا الأمر فينسب فالآن عنده منتفقة عنده إذا يقول إيه تصحر إيماني إذا جاز التعبير تصحر إيماني الإيمان ده من رجل بستان ينتقل من فيء إلى فيء ومن ظل إلى ظل وهناك على جداول أنهار الإيمان يعيش الإنسان ليسمع تغاريد الذكر وأنشيل الخير وترتيل الحق لكن هو يريد أن يصم أذنه فلا يرى نعمة عند فلان إلا وتمنى أن تزوكي ولعيذب الله فالحسد هو أول ما عصي به رب العبادة عز وجل مصيبتان كبيرتان كبر الحسد أنا خير منه أعزل لما خرقت طينا أنا 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 ولذلك قال علماؤنا إياك وابتعد أيها المسلم عن كلمات ثلاث أنا لي عندي لأن نهاية أصحابها وخيمة أنا قال إبليس أنا خير منه فلعن وطرد من رحمة الله لي قال فرعون وليملك مصر فأرقناه وجنوده في اليام عندي قالها قارون إنما أتيت على علم عندي فخسفنا به وبدأ للأرض ما فيش عربي تجنس معه لكن علمك أنا عندي أكره الغيبة وقال يا مؤمن واحدة عزك الله يعني من إياه لا تطلع في التلفزيون من بتوع الرقص وغيره لا أنا أكره الغيبة والنميمة ولا أحب الحسد إحنا نتكلم مع الناس مع علمان بأسلام أنت أبي بكر سبحان الله فأنا أنا أنا عندي كذا سبحان الله وإذلك الكبر الذي كان عنده سبحان الله إبليس والحسد الذي ولد في قلب ابن آدم فكان أول مصيبتين في الكون وما زال الناس على الخطى السائرين يا الله يا حسد يقول له ليه أخوي عنده أنا ما عنديش ليه عنده أولاده صالحين وأنا أولاده الصالحين ليه زوجته مطيعة وأنا زوجته متعبة يا أخي لأ إله إلا الله كيف أن أبويا يعطيه البيت من ناحية البحري وأنا أخذ البيت من ناحية الشمس يا عم يحمد ربنا أنه عندك البيت يقول أبدا هذا لن يشبع أبدا وبعدين في الأخر خالص كالنار تأكل بعضها وما نحن في الأمر هناك إيه وتكتشف أن كل ما يزور فأنا أعد كل البيت التي ترى قريبا لهم هكذا أو قريبة لهم هكذا أو تدخل عندهم يكبرهم لأننا إذا رأينا حريقا كبرنا. نعم. واذا رأينا زلزالا كبرنا. واذا رأينا حاسدا واجب ان نكبر. لانه حريق زلزال كده هما. اكبر عشان ازلزل. ازلزل حسدا. سبحان الله. بس ثور قضية احنا نفسنا كمسلمين. نعم. بدلواجل انا دخلت بيت ابن عبد الرحمن ووجدت اول شيء. تبارك الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله. هو كان صاحبه. ماذا قال له. ها. لولا ادخلت جنتك. قلت ما شاء الله. لا قوة الا بالله. بس خلاص. بأينا اسلمت قيادك لله. وكسرت ان كان للحسد شعاع يعني كما يقول علماء الكلم من ده. كسرت هذا الشعاع. عملت له ايه. وصداد. لحيث ينفض الى ايه. الى صاحب النعمة. انت تغبط. تتمنى ان يكون لك رجمه هذا. ولك حفظه هذا. ولك وجهاته هذا. ولك صراحه هذا. ده جميل. هكذا المؤمن يغبط. اما ان تتمنى زوال النعمة من الناس. لن تزول النعم من الناس. لا. النعمة تزول. الله عزيزي قدر لبعض الناس نعمة. تزول عندما ينسى صاحب النعمة شكر المنعمة. لا. 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 لان احنا كارثتنا اننا نذكر النعمة وننسى المنعمة. ها. يعني نفرح بالنعمة. ولا نفرح لان من اكبر النعمة التي يجب ان نشكر الله عليها. نعمة الطاعة. يقول العلماء. لا تفرح بالطاعة لانها برزت منك. لكن نفرح بها لان الله جعالك اهلا لها. الله. لان في غيرك ما ينفعش اهل الطاعة. انت من اهل الطاعة يبقى ارضك قصبة. قلبك قصبة. لان المطر ينزل. ينزل على سطوح البيت. تحبار عن اسمنت وبلاط وسيراميل. لا ينبت نبات. ينزل في الارض الجميلة. التربة الطينية ذات المسامل اللي هي سبحانه. انبتت ورابت. وانبتت من كل زوجين بيت. هكذا قلوب المؤمنين. لما تنزل على الخير يأتي منها الخير. تهز الكريم يلينه لك. تذهب عند العطوف يعطف معك. يعني كم تجس تشكل واحد كده يتعاطف معك. عينه تغرب. يا الله. الله يشي ولدك. يا الله. ان شاء الله ربنا يرزقهم بالخير. تشعر انه ايه. ولا بد من شكوى الى ذي قربة يواسيك او يستيك او يتوجعه. تشعر انه منك. جزء منك. او حتى يتألم. هو يتوجع دي ويتألم دي دي يليل انه ايه. انه عاش معه. مش يسد في وشك النار. يا اخر اسكت. يا عمر انا اوانا انا اقص هموم. تعانا اقول لك انا اعلى همومي انا. ده حمده ولا اقوة ده. فلا تجده صدرا حنونا. بالعكس. ولذلك سيدنا عمر مر على جماعة يقضون نارا امام الخيمة. اللسان ده مغرفة رد ما في القلب. قلب عمر مليء خشية ووجل وحب لله وادم وكلمة اللسانه وليه. يقولون السلام عليكم يا اهل الضوء. نحى كلمة النار. يا اهل النار. كيف جديك دي كيف هرزق به. الا انه بيغترف من قلب مليء بخشية الاهل. السلام عليكم يا اهل الضوء يا الله. ليس اهل النار. ولو قد اهل النار خلو اصحب النار. يا ابا هريرة هل اصلي بعد صلاة الصبح؟ قال اصلي بعد شروق الشمس. الرجل اعرابي ما فهم. لم يفهم. قال يا ابا هريرة اقول لك هل اصلي بعد صلاة الصبح؟ قال اصلي بعد شروق الشمس. مرأة ثلاث مرأة. فواحد جالس انا ابا هر. يعني هذا اعرابي. قل له لا تصلي. قال واذا مر احد يسمع ابا هريرة يقول لا تصلي. وانا ادخل في حوزة قول الله عز وجل. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. لا. كلمة لا تصلي دي ما تخرجش من فهم. كلمة لا تصلي. لا فعل. فهو محاسب على. فكيف ان هذا الانسان يعرف الحسن. يقول لما ذبح الشاه واحد من اهل المدينة. رأس الشاه كانت ليس ساوي عند العربي شيئا. يرميها في النفايات وكيف. قال بدل ما ارميها من الف بحثت عن افقر بيت في بيوت المدينة. فما وجدت غير بيت امير المؤمنين عمر. فطرق الباب عليه. طلع. قال امير منذ رحت شاتا فهل يا اخي اخي بلاد اشد مني حاجة. اخول. راح لبدال. لم يقل لو انا كنت عند عمر. قال اخي اخي عمار بن ياسر اشد مني حاجة. اخي عبد الله بن مسعود. ابن ام مكتوم. ابو الدرداء. السابع. السابع. قال اين انت من بيت امير المؤمنين. يا رجل اي انا. ده في امير المؤمنين يمكن يمر للشهر والشهرين. كما كان رسول الله. لا يقض في بيته قدر. فرح لعمر. عارف المتصدق ده. من عينة عمر ايضا ده. احنا لو واحد مننا. اخذها فلان وصل الى. لا والله روح لفلان. روح لأورو لبولك ايه احنا مش نعمل. سلام. احنا احنا. احنا. ارواحنا ضيقة. ضيقنا نفوسنا. فقال عمر الى من ذهبت. قال فلان. قال ادعهم لي. وطبخ عمر الرأس. وجمع قال اجتملوا على طعامكم. يبارك ده وفيه. يلي في عام الرمادة. يقول لي والابنه ايه. ياخد قطع البطيخ مع حفيده. قال لا تأكل البطيخ. والناس لا تشبه على اخد البطيخ. يخديها ايه. فهمش عايز كده. القرب من عمر كان مصيبة. والان القرب من امثل كاريتا. يعني احنا فوق حسن. فالمهم ان سيدنا عمر. بظل يعني. 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 مش مثالية. انت تستطيع ان تقول انهم. يعني غير انهم ملائكة البشر. اقتربوا اكثر من القرآن نفسه. كانوا مصاحف. لا. يعني هم حققوا المثالية الواقعية والواقعية المثالية. يعني. هكذا اعطاهم رب العباد هذا العطاء الكبير. سبحان الله. فعندهم هذه الرقة. يدخل على. يمر بالليل. يجد رجل يقعد قدام خيمة. مالك يا رجل. زوجتي تضع. يجد يا ام كلثوم هالك في الخير. هالك شال السمن والدقيق والحاجات. وبعدين ايه. ادخلي الى الخباء. فالمهم يقعد يقعد في النار. ويطبخ اللي هتضع عليه سبحان الله. فتخرج ام كلثوم. تخرج رأسها من الخيمة. يا امير المؤمنين. بشر صاحبك بغلاف. الرجل يضع لي على رأس. فالخدام ده والشغال ده. ده ايه؟ قال الله. لا الان. ابو بكر كان يحلب الاربالة كفيفة. وبنات يتامة الناقة. فكانوا ناقة عندهم يحلب لهم. لوكش الله. فالمهم الثاني يوم بلغوا أن أبو بكر صار الخليفة فهو ماشي بديته بخدر الله راجع بيته سمع البنت تقول يا أمه حلابش يا صار خليفة فمن يحرب لنا فلو الله لن يحرب لكم إلا الخليفة الناس دول اشتروا ما عند الله فباعوا الدنيا فجرت وراءهم الدنيا جرت وراءهم الدنيا فأخذوا خيرها زرعوا فيها خيرا فكسبوا خيرا كيف القلوب تتعرف الحسد؟ فالدين الدين أنا عايزة أقول لإخواننا المشاهدين وبناتنا وأبنائنا الدين ده يأخذ جزء من دولي شخص مريض بالحسد لا هو مريض بأشياء أخرى أدت إلى الحسد كيف تتعرف؟ محصور بين يدي كنت أصوم يوما وعفت يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى لن يكون عنده كل اليقين ده وأنه مكفول رزقه من السماء سبحان الله ومعلوم أن هذا القدر سوف يأتيه بعز عزيز أو بذل دليل لو كان رزقه في فم الأسد لجاء الأسد يا مؤمن إبراهيم إن أدهم جاي من الشام فمر على الصحراء وراح على من ناجدة كده وراح على مكة فنام نام في الصحراء كده وفي الطريق فاستيق وجد حية ممسكة وردة له كانوا يتحييه بيها لأنه رسيل حمد الله سفينة لما تخلف عن الراقل مولى رسول الله خادص رسول الله وبعدين لما تخلف طنع بأسد يا الله قال يا أسد كلمه عربي والله يفهم الأسد كلام سفينة أنا سفينة مولى رسول الله سفينة فبصبص الأسد بالذيلة وصار أمامه وبجواره يحرس إلى أن أوصله إلى نهاية القفلة ثم عاد قوم خافوا من الله فخوف الله طوع المخلوقات لهم خل المخلوقات تبعه فكيف الحسد يدخل هذا القلب ما ينفع لازم الدين يؤخد ككل عندي قناعة عندي يقين أمسك دي سنة عن أعراض الناس لا أصغر من شأن الناس لا أحقر من شأن الناس وعظم صاحب الدين صاحب العلم ليس من ما لم يوقروا كبيرنا ويعطفوا على صغيرنا ويعرفوا لعلمنا حقا ويعطيه العمامة ويعطيه العمامة عشان تخضي عليه الشمس حارون الرشيد يمشي مع واحد من حراسته الخاصة وبعده ينجب بالقصر فهرون الرشيد نقل خادمه إلى داخل الجدار من ناحيةه ويعطيه عمير الموين قال أنا سرت في الظل وإحنا رجعين لازم أن تسير في الظل إذن قسمة ضيزة الناس دي لا تعرف قلوبها الحسد لأن لهم عند الله زلفة وحزن مهد الله مستحيل دكتور نحن نتكلم كذلك عن الحسد اليوم ما أن يتحرك شيء في البيت دخلنا في دارة الوهم في قضية الحسد فكل شيء لا أحب ذهو حدث لي سواء نجاح أبناي أو رسوبهم سيارتي أدخلنا في قضية الحسد وأنني محسود وخاصة عند الأخوات أكثر أظنهم هم الأخوات لأنهم أكثر رقة وبعضهن أكثر فراغا لأن برضو ما أنت مشكلة لما في خادمتين ثلاثة في البيت هم اللي بيأكلوا بيشربوا بيعملوا بيسووا بيرتبوا بيغسلوا بيقبوا وقعنا كده ضرح الحسد لأنني أنا محسودة زوجي مخطب جبيني أنا محسودة أم زوجي ما يتعنيش كوي أنا محسودة الولد فشل في الدراسة وأصلا فشل من فشل في الدراسة وهكذا نحن لا يجب أن نضع الحسد نحن الإسلام عنده الوقاية خير من العلاج عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء قراءة القرآن سورة البقرة كل ده تحصين هذا التحصين يأتي فيروس الحسد يصيبوني ولكن بصير زي الطفل اللي بيأخذ التحصينات والتطعيمات في وقتها يجي له فيروس حرارة 37.3.4 ما يجيوش الحرارة 41 لا ليه لأنه بيأخذ تطعيمها فالمؤمن كده في معية الله إن الله يدافع عن الذين أمنوا وبعدهم إذا كان وستطعنا أن يعني مش شككت وصل الحد إلى شبه يقي أن فلان حسدا يعني يفضل أن أخذ أثرا من أثرا مثلا كوب ماء شرب منه الشيء يستعمله أضعه فيه ماء وأخذ هذا الماء أتوضأ وأغتسب منه إن شاء الله بالعالم وأنسى الموضوع خلاص من أنسى الموضوع خلاص استمرار لا أنا طول حياتي سنتين ثلاثة أربعة مريضه ويهزل ويجل السكر والأمراض ويكتئب ويرتعش هذا هو كده مدعي المرض السبوع علماء العلماء النفس عقلانة المرض يعني يعقل أنه مريض ويشعر أنه كده ناسى تهتم بيه لا تهتم بيه كنت صحيح أحسر ليه لا تمرضه فتمرضه ليه كده سبحانه وتعالى والحسن هذا يعني لا يعني لن يغير من قدر الله شيء نعم وإن كان من قدر السداء لا يغير لماذا؟ لأن طالما أنا محصن طالما أنا ممن أتقل الله يا رب سبحانه وتعالى أدعو الله عز وجل خلاص بحطش في ذهني أنا الناس يعني أنا ليس الوحيد في الكون هو يظن أنه هو الكون كله ويدخل المسكين في مرض يسميه الوسواس القهري ها أنا محسود أنا الناس كدها تهيب عليها عشان مش عارف بنتي جميلة وابني مش عارف متفوض وأنا عندي الأموال وربنا والله ويمكن هو ليس فيه دهن الناس نعم الناس لو جالها عصر الناس يأتي وناس يأتي اسمي أقول لك شيء شبابنا شباب الانترنت لو أنت جبت فاصل للشيخ عمر في وسط البرنامج قلب على الشيخ عمر والأونسي صحيح يعني إحنا دعنا نواقائي دعنا نواقائي مش الناس كدها مرتبطة خراص عصر الفقيد لا 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 ولا إحنا نحن في عصر خراص بسرعة بسرعة سبحان الله العظيم بسرعة أصل الصرعة نعم إذن دخولنا في هذه الأوهام وحيان البحث عنها لأي سبب طارة لأي سبب حادث لأي قدر جاري إنما هو الحسد شوف توهم أنني محسوب هذه مصيبة هذا مرض في حد ذاته توهم وإذا كنت محسودا يعمل فين قل أعوذ رب الفلق أعوذ رب الناس فين اليد الطاهرة التي وضع عمر يده على الصحابي المريض وقرأ الفاتحة فكأنما نشط من عقال خلاص فمات عمر استشهد وعاد المرض للرجل نعم قال يرقيني أحدكم فقام أحد الصحابة فقرأ عليه الفاتحة قال كيف حالك قال الله كما أن قال الله الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر هي بس النقص عندنا يد عمر فحنا عايزين إيه وذلك أنا أرى أن البنت المحسودة أو الولد المحسود أو الأم المحسود خذ الطفل الصغير أبو أربع سنوات يمسك يادو الصغيرة الجميلة دي ويضعها على رأس أمي أو قلب أمي أو أمي في هذا المنطق ويقرأ فاتحة الكتاب أو يقول يا رب شفيك يا أم يا رب شفيك إن شاء الله لم يجر عليه القلم بعد فبإذن دعاءه واستجاب كده الإنسان يعني سبحان الله لعل الله يعني سبحان الله أن يشفي الحسن البصري أنا أريد درهم حلال التعمل بيئة يا مصري الأشتري به رغيفا بعدين أحمصه أدخل الفرن كده يتحمصه يجف وبعدين أصحنه وبعد ما تصحنه أضعه في حق عربة صغيرة كده وبعدين أي مريض نضع عليه بضعة من ذرات اكتشفى بإذن الله لكن ما الحلال يا سعد المطعمك تكون مستجابة أنا أريد هذا المطعم هذا المطعم هذا المطعم شفاء من كل هذا أريد هذا المطعم هذا المطعم يستشري بيننا ولا نأكل الحرام ولا نأكل الشبهات من أكل الشبهة أربعين يوما عصد جوارحه شاء أم أبا أه يأكل الشبهة ليس الحرام الشبهة أربعين يوم عينه تروح للغلب وهده تسمع الغلب يده لسانه فارد في الناس سبحان الله ذلك أنا مشفق على الإعلاميين العرب والله مشفق عليهم إشفاء وهم يعملون برامج تخط في أعراض الناس وتهدم قبائل وشعوب وأسر ودود وأشخاص لا يسلحون من الله أنا والله ابن الواجب لو أمسكوا أرسنتهم والله إلا كان خيرا أنا قابل قبل أن أترك هذه الحياة إن شاء الله أن نأتي في رمضان مثلا بالتلفزيون أخذ أجهزة كل حتى بالبرامج الدينية لماذا؟ ونحن طبقنا من الحداشر شهر لدفاته أنا لأربعين سنة في الدعوة ألقيت ألف المحاضرات وأمي قال يا عمي بس سبحان الله زيام الحسن البصري قطب خضة في الجمعة والناس انفضت الجمعة اللي بعدها نفس الخضة الجمعة اللي بعدها نفس الخضة هو بليغ وأستاذ البلاغ التلميذ علي بن أبي طالب ورضيع المسلم الحقيقة يا قبال قالوا يا بصري حافظناها نحن حفزنا الخضة دي قال إذا عملتم بها قلنا لكم غيرها ماذا؟ أنا لا أريد أن أكون مثل الغرب يقول لك نحن حضارة الكيلوات أنا لا أريد أن حضارة الكيلوات يقول لك على قدر ما تستخدم الدولة من كهرباء على قدر تقدم أنا أريد كهرباء القلوب أنا أريد إيمان النفوس أنا أريد أن يشرح الصدر أنا أريد أن الناس تقنع وتدعو للناس بما عنده أنا بدل ما تمنى زوال النعمة أسأل الله أن يعطينا من فضل لكن لا أعيش لا أعيش أعيش نفسي في وهمة أن أنا محسود طرحاتي لازم أنطلق وأتحرك المحسود هذا هسألوا السؤال ماذا تقدمت للإسلام؟ ها؟ ما تقدم حتى لما يحسدك يحسدك في الدين يباكر وارك نعم يعني تنافس أنا أقول له والله أنا الحمد لله كان قدرني عشرة ألزاف القرآن حفظتهم في أربعة أشهر مغبطك يا أخي جميل والله بعدين عوّلت على البخارج أحفظي منه ألف أحد جميل والله قرأت الألف يوم ما تقدم هذا المنطق نعم يعني جدد نفسك جدد نفسك نعم جدد نفسك أعزائي المشاهدين أكثر دكتور فاصل قصير إن شاء الله تعالى ونعود إليكم مع دكتور عمر عبد الكافي حياكم الله عزائي المشاهدين مع برنامجكم بصائر رمضانية ودكتور عمر عبد الكافي وكما ذكرناكم قبل قليل بأنه ستكون له ليلة إيمانية بإذن الله تعالى في أنوان رق قلبك في كتارة الليلة التاسعة والنصف في مسرح لدراما رقم 16 بإذن الله تعالى فحياكم الله جميعا محبين الشيخ دكتور عمر أثر الحسد في المجتمعات الله أكبر العجيب أن بعض الناس يحسدون الشيء الذي لا يحسد كيف؟ مثال مثال رجل فقير يسكن في الكوفة في زمن أبي حنيفة والله أنا نوى أروح الشام قال ليه؟ أنت جارس الكوفة؟ هل أنا جيران يحسدون أني؟ فنظروا في الغرفة لا يوجد شيء يحسد حرس قديم وقربة ماء ورحة لا يوجد أساك قال انتظر ورفع صوته وقال إن أمير المؤمنين حفظه الله أرسل إلي بالأمس ويريد أن يقتلني غدا مع فلان وفلان وفلان واختر ثلاثة من علية القوم في الكوفة فصاح الدران يا لقع أنت تقتل مع هؤلاء الأشراف؟ قال حتى على الموت لا أنجو من الحسد سبحان الله هذه ناس تحسد للحسد تحسد حسد طب ولد طب تحسد ولد ما عندك سبعة ما عندك تسعة ما عندكش قال يا رب ارزقني ما وهو سيدنا زكريا حدد قال يا رب أنا أعز والد ولا بنت قال لا بدا ذرورية طيبة بس ذرورية طيبة واشعاله ربي رضية ما هذا الطلبة بقال عينيك خضرة ولا شعر مش عارفة لا ذرورية طيبة ملدونك بس ده ده الأمر فأنا أرى أخطر ما يهدم المجتمعات هو الحسد وأشد أنواع الحسد حسدوا الإخوة الأقارب لأن الأقارب هم إيه ولذلك أنا ما زلت وأؤكد ياريت اللي لسه ما تزوج أو ما زوج ابنه ولا ابنته ياريت نبتعد الأقارب عن بعض استنانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العيلة البعيدة لما تزعل من العيلة البعيدة وعائلات وخلط وكل عاد في حال والسلام عليكم يا فرهان عليكم والسلام لكن لما يبقى بنت خالة وابن عمها وبنت خالة كارثة الأخت تسعة ما أختها حتى الشباب يقول لك لا أنا ابن ملاك أنت بنتك شيطان والتاني يقول لا أنا بنتي أسماء ابنك أبنك 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 مصيبة أنا تكبر الحسد بين العائلات وبين الأقارب أولا يحرق الدين حلاقة إنما هي الحالقة لا تقول تحلق الرأس وإنما الشعر تحلق الدين هذا أمر الأمر الثاني دائما ثمرة الحسد عندما تراها تدل على عدم وجود شجرة الإيمان في تربة القلب مئة بالمئة مئة بالمئة لأن هذا أعطاء الله هذا أعطاء الله كيف أن رزق هذا يسهب الرزق ما ينفعش الرزق هذا مكتوب في الأزر إذا بلغ مئة وعشرين يوما كتب له عمره ورزقه عمره ورزقه حلاص انتهت نفعش نقاش سعي منا لنحقق المراد الله لكن هو جاي جاي الرزق يسعى إلينا ولا نسعى نحن لا يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحك برزقك لا ركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمتك ولو فررت من الرزق فرارك من الموت لأدركك الرزق كما يجريكك الموت لازم تاخد رزقك مسلم مسلم فعدم التسليم هذا يخرجك من روح الإسلام يخرجك من روح الإيمان تحسده على إيه ابنه حصل على إجازة معان ربنا يباركته الله يوفقه وما إيه الملك يقول لك ولك مثل ذلك وما ربنا يهدي لك ابنك صفحان بنته تزوجت وهي عندها 17 سنة ويا ربي يباركدها ويصعدها ويجعلها قرة عين لزوجها وابنتك هكذا وما ربنا يخبئ لابنتك ربنا سبحان الله لا إله إلا أنا يا رجل يا مو من دينا مره سألت المرادين المحبين في المساد العندي في دبي سنة 23 تلهم بالله عليكم وأنتم صادقين بعد سلات الجمعة تحب تزوج بنتك لواحد في مثل اخلاقك كل المسجر لا حرم دي بنتي غالي علي هذي نحظة وصدق فالحاسد دي عبر عن ايه؟ عن قمع للخيرات وبعدين المصيبة ان المحسود مطمئن نائم نائم والحاسد يقوله ارق الاحتمال اليوم قاب الرئيس الدولة يبقى يعطاه شيء ولا يمكن البكرة يولى يبقى يمسك بزارة يا خبر بعدين ممكن يعطيه بيت وبعدين يقوله لا اله ويحترق لا اله مريض اكثر يقول لي مرض السرطان او مرض مش عارف في الجينات او مرض ابدا هذا هو المرض الاساسي مرض الحاسد ده والعاذ بالله رب العالمين ولذلك انا اول ما سبحان الله قد يحسد الانسان النعمة التي عنده يا اخنا ما تشوف ابنك ذكي ورد ردود عليك كده تبارك الله ماشي اخوة انا بالله هذا المنطق عشان تحصن النعمة ولو دخلت جنتك يعني النعمة اللي عندك قلت انت ما شاء الله لا قوة الا بالله هكذا يعني انا احصن النعمة بشكرها وبالتبريك وبكلمة ما شاء الله وبالتكبير لكن الحسد يعني يضيع المجتمعات يقول لك طب هالغرب حقق كل ما يمكن ان يحقق حتى اذا اخذت ارض وزخروفها وزيان تعال اشوف عدد المنتحرين عندنا في العالم الاسلامي وعدد المنتحرين عندهم نعم رغم فرق الامكانية نعم عمرك سمعت عن صومالي انتحر نعم من الجوع اثيومي مسلم انتحر ما حصرش ما حصر تسأله والحمد لله رضا ونعمة يقول لك ربنا يبالك في الجماعات الخيرية بيرسلولنا بارك الله في الايدان ايه النعمة دي نعم وهذه نعمة هذا هو الغني هذا هو الغنى الحقيقي الغنى غنى النفس دي سالغنى عن قتلة العرب وانما الغنى عجل الناس ولما اوصل النبي صلى الله عليه وسلم قال قليل يكفيك خير من كثير تغييك ما قل وكفى خير مما كثر وقالها قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه يبا اذا هذه معايير القناعة القلبية فانت اذا قنعت خلاص ايه لا يعرف الحسد اليك سبيلا لان الكل يسألت اعارض الحسد ازاي كيف عارض يقول اذا بسيطة قوي يقينك بالله قوي صلتك بالله اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطأك وما اخطأك لم يكن ليخطأك وقلم ان المصر مع الصبر وان الفرج مع القر وان مع العسل اليسر سبحان الله فلما عندك اليقين ده خلاص الحسد ده ان شاء الله ورب العالمين يزول لكن اذا استشرى الحسد في مجتمع فقل على الدنيا السلام ثق تماما ان البركة تنزق من الكل والعالم يتوارث الحسد وبعدين ايه يقولوا خلي بالك عموكم ده لا يحبوني من الصغر فهو لما يموت او انا اموت ما يخليش يمشي بجنستي انت بتوارث الحقد والضغينة والام تقول يا بناتها لو ان انا موت اوعى خالتكم دي تيجي تدخل علي ابدا انا اكون قلقة في قبر يا سيد تخليك انت قلقة في قبرك وخل البنات يصلوا اخي لا ارحمهم ارحم الله يعني نحن يعني بدل من ان نصنع الصدقات الجارية نصنع السيئات الجارية لا احنا عايزين صدقات جارية عايزين نوصل ارحمانا نقترب من بعضنا سبحان الله العظيم نتحبل بعضنا بعضا نحن اتخيل دكتور لو ادارة من الادارات استشرا فيها هذا المرض كيف سيكون الحال كيف سيكون الانتاج اولا هو لا انتاج ولا بركة فيه وعدنا ايه هنتفرق للا ايه لا 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 قيل وقال وقال وقالها لكم قيل وقالوا اضاعة المالية وكثرة السؤال فهو الحماية وضعت لنا في الكتاب والسنة ماذا وضعت لنا يقول ربنا سبحانه تعالى يعطي هذا الانسان الراضي رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني يعني المثال العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع اصحابه وبعدين يعرف ان علي جائع فعمل انه يتكلم وعلي يأكل من الطمر الروطب الى ان انهى الطبق ويضع النوى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول يعني ليس الغبيب سيد في قومه بل ان سيدة قومه يتغابه فسيدنا علي يعني يمازح النبي اكل هذا اكلت يا رسول الله صلى الله هذا عجيب فلو اعجب منهم ان يأكل التمر بالنواه سبحان الله هذا الكلام بالله عليه قلوب مثل هذه هل تعرف الحسن كيف تعرف الحسن لا هو قانع بما اته الله نعم 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 والله 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 العجب بشيء ايضا ان ادعو لمن اعجبته بكلامه بهيئته بسمته بذكائه بفصاحته بفطنته برده بردوده بفعالياته بكارزما لعنده نعم 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 وحكذا ليه عشان الدنيا ليه هو بيخل الدنيا تهجم عليك كي تفزع اليه هو يخلي الناس تضغط عليك عشان تقول يا رب يجيب من ابتلاء ما فيه ناس لما النعم تزداد ينسى الدعاء فيبتليه بمرة يا رب يا شافي ايش فيه يجيله هزيمة يا ناصر انصرني يا ضعيب ضعف يا قوي قويني هو بهذا المنظم نعم دكتور فيه دقيقة والنصر اه توبة الحاسد كيف يتوب فيه دقيقة والنصر توبة الحاسد يجب ان يعلم ان ما قسمه الله لفلان لن يزول بحسده عشان يريح روحه هذا رزق الله له لن يكون سبب ذلك لا 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 الولد المطيع مش هيبع عاق لا 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 والبنت المحجبة مش تدخل عن حجارة مش هينفع ما يشتره هو رأي يسترح من ناحياته نعم وبعدين في نفس الوقت لن ينقص من ارزاقهم شيئا مش هينعم للمنبع لا الامر الثالث لن لن يضرب في مسألة الحسد الا هو بالضبط الحاسد دمعها كرة يضربها في الحائط بقوة فترتد لتصيب عينها فيشتد غضبا فيعملها في عينه التانية وهكذا لغاية ما يشروع النفس هو الذي يدمر نفسك كالنار تأكل نفسها إلا تجدنا تأكل فأنا أقول له يعني اطمئن إذا كان عندك شيء يسمى طمأنينة أنك لم تزيل رزقا من أحد ولم تمنع رزقا من أحد ولم تزيل خيرا من عند أحد وأنت الذي تزيل الخير عندك واصبر واسأل الله من فضله يرزقك الله رب العالمين سبحانه وتعالى جاءكم الله خير ثورة عمر عبد الكافي والليلة كذلك عندكم أخواني ضمن فعالياتنا سائم الخير رقم ثمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر